موسيقى ورياضيا يلتقي الأهل مع نظيره سيراميكا على ملعب محمد بن زايد في الإماراتة ضمن ملفسات نصف نهائي بطولة السوبر المصرية وفي حال نهاية مباراة نصف النهائي في وقتها الأصلي بنتيجة التعادل سيتم اللجوء لركلة الترقيح بشكل مباشر دون أخوض وقت إضافية لكن سيكون هناك استثناء في المباراة النهائية حال انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بنتيجة التعادل سيتم اللجوء لشوطين إضافيين مدتهما 30 دقيقة وانتلقت بطولة كأس السوبر المصري في العام 2001 لعبت منها حتى الآن 21 نسخة حصل الأهل على ثلثيها برصيد 14 لقب يلتقي أزمالك وبرامدز عصر اليوم بستاد النهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي في لقاء يبحث فيه كل الفريقين عن الفوز لخطف تذكرة العبور إلى نهاء البطولة وانتظار الفائز من مباراة الأهل وسيروميكا ويدخل أزمالك المباراة منتشيا بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي الذي يعد حافزا كبيرا لأبناء ميت عقبة لمواصلة الانتصارات على الجانب الآخر يخوض بيرامدز اللقاء محملا بمسؤوليات كبيرة بعد التتويج بكأس مصر يلتقي فريق ليفر بول في مواجهة النارية ضيفه تشيلسي على ملعب أنفل ضمن منافسات الجولة الثامنة للدورة الإنجليزية الممتازة يخوض ليفر بول مباراة تشيلسي رافعا شعار لا بديل عن الفوز للحفاظ على صدارة ترتيب الدوري حيث يمتلك الفريق في رصيده 18 نقطة بينما يستهدف تشيلسي تحقيق الفوز للزحف نحو المنافسة بقوة على اللقب برصيد 14 نقطة ويحل منشستر سيتي ضيفا على منافسه وولفر هامتن اليوم ضمن مباراة الجولة الثامنة لمنافسات الدورة الإنجليزية ويتواجد نادي منشستر سيتي في المركز الثاني برصيد أو بجدول تدريب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة فيما يعاني فريق وولفر هامتن في الدور الإنجليزي هذا الموسم حيث يتزيل الفريق قائمة الترتيب وفي رصيده نقطة واحدة توجى فريق ورجال كرة اليد بالنادي الأهلي بلقب بطولة أفريقيا للأندية التي تصديفها المغرب بالفوز على نظيره فلاورز البنيني بنتيجة 43 ل22 في النهائي وقد نجح فريق الأهلي في الوصول للنجمة الأفريقية السابعة والاحتفاظ باللقب بعدما نجح في التأهل إلى النهائي على حساب زمالك بنتيجة 26 ل25 بنتيجة